القياس المساحة والحجم الدرس الأول هو مساحات الأشكال المركبة ونتعرف في البداية ما هو الشكل المركب الشكل المركب هو الذي يتكون من شكلين أو أكثر مركبين سويا مثل هذا الشكل انظر مكون من متوازع أضلاع مع مستطيل وأيضا هذا الشكل كو من مربع ونصف دائر إذن هذه الأشكال المركبة كيف نحسب مساحاتها نقسمها إلى الأشكالها الأولية ثم نأتي بمساحة كل شكل على حذة ثم نجمعهم قبل أن نحسب مساحة الأشكال المركبة فلنراجع قوانين مساحات الأشكال المختلفة سنبدأ بمتوازل أضلاع ما مساحة متوازل أضلاع اعتبرنا أن هذه هي القاعدة في متوازل أضلاع وأن هذا هو الارتفاع إذن مساحة متوازل أضلاع ستساوي طول القاعدة في الارتفاع ثم لنأخذ المثلث هذا المثلث مساحته ستكون نصف طول القاعدة في الارتفاع ثم شبه المنحرف في شبه المنحرف المساحة ستكون نصف في الارتفاع ثم نجمع القاعدة الأولى زائد القاعدة الثانية القاعدة الأولى هي القاعدة هذه الأكبر القاعدة الثانية هي القاعدة الأصغر ولدينا أيضا مساحة الدائرة والتي ستكون مساحتها العدد الطبيعي طاء أو باي في نصف القطر تربي ولنأخذ مثالا على إيجاد مساحة شكل مركب فلنوجد مساحة هذا الشكل هذا شكل مركب هذا مثلث وهذه نصف دائرة إذن فلنحسب مساحة المثلث أولا مساحة المثلث نصف القاعدة في الارتفاع نطبق هنا نصف قاعدة هذا المثلث هي 11 وارتفاع هذا المثلث انظر هذا هو القائم 6 أمتار إذا حسبناها سنحصل على 33 ومن الوحدة هنا ضربنا متر في متر إذن متر تربي ثم نحسب مساحة نصف الدائرة مساحة الدائرة كاملة طاء في نصف القطر تربي إذن نصف الدائرة ستكون نصف في طاء في نصف القطر منظر هذه الدائرة قطرها كامل 6 أمتار إذن نصف القطر من المركز إلى الدائرة سيكون 3 أمتار طبعا لا ننسى التربي إذا حسبناها سنحصل على 14.1 متر تربي إذن مساحة الشكل كاملا سيكون مساحة المثلث زائد مساحة نصف الدائرة إذن 33 زائد 14.1 والناتج 47.1 متر مربع الدرس الثاني هو الأشكال الثلاثية الأبعاد قبل أن نبدأ في دراسة الأشكال الثلاثية الأبعاد فلندرس حالات تقاطع المستويات فالمستويات قد تتقاطع في مستقيم بهذا الشكل فإذا نظرنا هذا الون الأخضر مستوى وهذا الأزرق مستوى والأصفر أيضا مستوى وتقاطعوا في هذا المستقيم وقد تتقاطع المستويات في نقطة مثل هذا الشكل هذا مستوى وهذا مستوى هذا المستويات تقاطعها في مستقيم لكن المستوى الأصفر قاطعهم بهذه الطريقة فتقاطعوا الثلاثة جميعا في نقطة واحدة هذه هي وقد تكون المستويات متوازية بهذه الطريقة فلا تتقاطع هذه مستويات متوازية لا تتقاطع وقد تتقاطع المستويات في شكل نسميه متعدد السطوح وهو هذا الشكل في هذا الشكل تقاطعت المستويات وتكون هذا المكعب أو الذي نسميه متعدد السطوح وكل سطح نسميه وجه فهذا الجانب مثلا نسميه وجه وهذا الحد نسميه حرف وهذه النقطة نسميها رأس وإذا رسمنا خطا مستقيما من هذا الرأس إلى هذا الرأس هذا الرأس في الداخل وهذا الرأس في الأمام هذا الخط المستقيم نسميه قطر وإذا لاحظنا أن هذا مستوى واحد في هذا المستقيم سينصاد يوازي هذا المستقيم لاموال وهذا المستقيم صاد لام يوازي سين واو وهكذا حتى هذا الوجه عبارة عن مستوى وهذا أيضا مستوى وهكذا ولكن ماذا عن المستقيمان سينصاد ولام عين هذان المستقيمان ليس في مستوى واحد ولا يتقاطعان أيضا إذا مددنا هذا المستقيم عين لام وهذا المستقيم سينصاد نجدهم لا يتقاطعون أبدا وفي نفس الوقت لا يقعون في مستوى واحد لا نستطيع رسم مستوى يجمع هذا المستقيمين إذن هذين المستقيمان لا معين والسينصاد نسميهم مستقيمان متخالفان ومن الأشكال الثلاثية الأبعد التي تنتج عن تقاطع المستويات المنشور وكما درسناه سابقا منشور له قاعدتان تكونان من أي مضلة قد تكون القاعدتان مثلث أو خماسي أو سداسي وما إلى ذلك وجوانبه تكون متوازيات أضلع ومن الأشكال الثلاثية الأبعد أيضا الهرم والهرم ينتج أيضا من تقاطع المستويات والفرق بين الهرم والمنشور أن الهرم له قاعدة واحدة فقط وأن جوانبه مثلثات قاعدته قد تكون أي مضلة قد تكون مربع مثلث خماسي وما إلى ذلك لكن جوانبه تكون دائما مثلثات